احتفل غبطة البطريارك الكاردينال لويس روفايل ساكو بالقداس الإلهي في كنيسة دير المسبح ببغداد وذلك بمناسبة افتتاح المجمع الانتخابي لراهبات بنات مريم الكلدانيات وفي موعظته ركز غبطته على معنى التكريسي أي تقديم ذاتنا لله بفرح دائم وعيش الحياة الجماعية بتناغم كعائلة واحدة ومتماسكة يجمعها الهدف المشترك كما طلب غبطته من الراهبات أن يفكرنا في رسم خارطة طريق تتلاءم مع الظروف المستجدة اجتماعيا وثقافيا وروحيا على ضوء الذكرى الماءة لتأسيسهم